الرؤية الضبابية دي اعتقد ان فيها ظلمة حتى لكل الفرق النادي الاهلي طبعا طبعا يعني انت عارف انه المفترض ان فيه دوريات بتاعة ست سبع سنين مغدر جدول مع اختلاف الاسمان خلي بالي سبع سنين مع اختلاف الاسمان خلال اقول ان الكورونا كان لها ظرف ولكن طب بس انت عارف الدنيا احتلقى ماشية ازاي بعد كده الكورونا وقبل الكورونا الالف الوانزة وقبل الالف الوانزة مش عارف ايه وايه وايه لان احنا بقلنا خمسين سنة دوري عمر ما انتهى في معاده الا في سنة واحدة دي حقيقة سنة كابتن اسوام عبد المنان لما قاله يبدأ كذا وهينهي كذا لكن انت بتيجي اوقات كتير قوي ما بتعرفش تحط الجداول ليه لاني خوفا من كذا وخوفا من كذا وانت عارف الالوان خوفا من الوان الفلنات من الجمهور الموضوع مش كده خالص الموضوع انك تديني جادول سانوي اشتغل عليه هتقول لي اعمله ازاي عندك انا كنا نشين اسبوع باسبوع اما انت اسبوع باسبوع والاسبوع اللي على مزاكك يشتغل طب اقول لك حاجة تفضل قبل المطش ده اللي الاهل كان عمال يلعب مطشات ازاي مالك مسلا كان بيلعب كان واخد اجازة فترة طويلة اه شهر عشان اه شهر عشان النادي الاهل يلعب مبريطه تمام كلام جميل طب انت كنت تشوف انت في الفترة دي لو انت بتفكر الكاس كنت انت تشوف الفترة دي مين اللي يلعب اللي اللي وصل ومين اللي يلعب علشان انت ممكن يبقى عندك مطشين تلاتة تلعبا في الكاس لو انت خايف وعاوز تخلص لكن انت مش هتقدر تتكلم عنك انت تلعب مباراة الناس هيقول لك لأ فيه ناس هيقول لك لأ الوحيد اللي ما بيقولش لأ احنا النادي الاهل الوحيد اللي ما بيقولش لأ ودي حقيقة فيه ناس بتزعل من الكلام ده يقولوا ليه الاهل يقول لا ما بيقولش لأ لأ لأن النادي الاهل كبير لازم يقول اه ولازم النادي الاهل ده دوره المجتمع صح احنا دور احنا دور كبير قوي احنا في حاجات كتير اتكلم عن النادي الاهل في حاجات كتير قوي انت بتيجي على نفسك علشان تعملها لبلدك وده واجب كبير انك لازم تعمله لانه حق عليك يعني اه طبعا النادي الاهل النادي كبير النادي الاهل بيعلم حاجات كتير قوي النادي الاهل صباق في كل المبادئ والحاجات دي وده الكلام ده احنا مش بنقوله اولنا بنعلي علشان النادي ومش عشان النادي لا ده الناس كلها عارفة بدليل انه كل المواقف اللي هي للبلد اخرها موقف توكيو ده انا من وجهة نظري يعني انا كراجل مدرب لو جوا قالوا لي كده هقولهم لأ مش هلعب ليه مش هلعب لان انا من الجمهور ست لعبين عندي ست لعبين ست لعبين مش هلعب لأ وايه وانت جاي من اجهاد وانت جاي من مبارك واجاي من سفر وجاي وبعدين هتخلص من الثلاثة ايام في كل ماتش هتلعب كل ثلاثة ايام وبعدين ترتاح اسبوع ولا حاجة هترجع تاني تلعب كل ثلاثة ايام مباراة حاجة تانية مهمة اللي انا عايز اقولها لك ان في فروقات كمان في الانديا اللي بتلعبك مش بيلعبوا زيك ثلاثة ايام لا فيه اندية بتستنك قعدة اسبوع وفيه اندية قعدة يعني هي دي اللي زعلتني مكانش فيه تكافؤ فرص في المواضيع علشان كده انا من الزعلان اشوف دايما انا بزعل من لعبة النادي الاهلي لاني بقولهم ما تدوش فرصة لحد يعملوا كده اللي انت كنت بتقوله لهم يا كابتن اسلام اجيانا كنا بنعمل ايه احنا كنا بننزل كده مش عايزين حد يا بس ما فيش حجة لحد عندنا احنا نفرق قوي حد اما يسلمونه وقولوننا خلاص الدور بتاعكو ونشتغل ونخلص الدوري وبقولك لما بنخلص الدوري قابليها باربع اسابيع وثلاثة اسابيع دي عادتنا من زمان كنا لما نتعادل بس مباراة واحدة كان الناس بتقلب الدنيا فكنا لازم نكسب جميع المباراة البتاع تمام كابتن ميل برضو الاجهاد وله دور كبير جدا جدا فيما حدث وله